اشتركوا في القناة وبهذه النتيجة خطف منتخبنا الوطني صدارة المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط وبهذا يتأهل المنتخب الوطني لدور الستة عشر من المسابقة القارية في المركز الاول ليلاقي منتخب اليابان الذي احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط كما تأهل منتخب كوريا الجنوبية كوصيف ومنتخب الاردن ضمن افضل ثوالث في البطولة ليحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد ست نقاط تلاه منتخب كوريا الجنوبية بخمس نقاط ثم المنتخب الاردني في المركز الثالث برصيد أربع نقاط